موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الشهادة شرف عظيم يطوق إليه كل أفراد القوات المسلحة المصرية مشاهدين الكرام كل عام وأنتم بخير بمناسبة احتفال مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم ويأتي هذا الاحتفال تكريما وتخليدا لذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة في 9 مارس 1969 مشاهدين ومنذ ذلك التاريخ اتخذت القوات المسلحة من هذا اليوم ذكرى للاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم وبهذه المناسبة مشاهدين الكرام نزمت إدارة شؤون المعنوية للقوات المسلحة الندوة التسقفية الخامسة والثلاثين تحت عنوان عطاء وخلود مشاهدين الكرام تفاصيل كتير عن احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم فحلقتنا النهاردة من برنامجنا درع الوطن سايب لك سيرة بعد ما موت في كل مكان هتلقاها سايب لك اسم وسط الناس هتفضل بيه بتتباها سايب لك صورة بالغرور سايب لك جنبها رسالة عشان خاطر بلدنا تعيش طبيعي يضحو رجالة أبوك اختار البلده يكون جدر حامي أبوك اختار يبوت علشان هدف سامي بتمشي الناس لكن عيشة عيشة الأسابي سايب لك ناس بتدعي لابوك يكون في الجنة قصر يا رب وهيحبوني ويحبوك سايب لك بعدي مليون سايب لك يا ابني كنز كبير مالوش آخر ولا له حصر سايب لك أرض كلها خير سايب لك ايه سايب لك مصر أبوك اختار لبلده يكون جدر حامي أبوك اختار يبوت علشان هدف سامي هتكبر بكرة وهتفهم هتفهم رصدي وكلام مشاهد كرام بنحب الرحب بالفنان سيد راجب النهارده المشارك في فعاليات الندوة التصقفية الخامسة والتلاتين اللي بتنظمها أضار الشؤون المعنوية للقوات المسلحة أهلا بيك فاند أهلا بحضرتك أهلا بيك شهر سيادتك النهارده وانت بتشارك القوات المسلحة في أعمال الندوة التصقفية يعني بمناسبة احتفال القوات المسلحة بيوم الشهير والمحارب القديس بالله يوم الشهيد ده يوم من قديم الأزل احنا عايشين مع الشهداء على مدار سنين طويلة ده شرف لي شرف عظيم ان انا أشارك في يوم زي دوت وانا شاركت بفيلم قصير يا رب يعجب الناس ويعبر عن مشاعري وعن مشاعر كل الشعب المصري تجاه الشهيد المصري لما بتعرض عليك الفيلم القصير ده كان يعني كان رد فعلك ايه انا بصراحة فريحتي جدا يعني فريحة ان انا هقبر عن والد شهيد لان انا بعمل مسلسل قبل عروسة دلوقتي وبعتقد ان انا بوصل رسالة كويسة لكل الشعب المصري وكل الولاد والشباب كل الاسر المصري ما اعتبرني انا قبل الاسر المصري فانا دلوقتي بقيت فخور كمان ان انا بقيت ابو شهيد في فيلم ويريد ده يتحقق ان شاء الله قولي يا سيد النهاردة كلمة توجهها النهاردة لأسر والشهداء ومصاب العمليات في الاحتفال النهاردة تقول لهم ايه؟ بقول لهم افرحوا وفتخروا وفتخروا بولادكم وفتخروا بالتاريخ اللي هيفضل فكرهم على مدار العمر كله انتوا امهات وابهات لناس اظام دفعوا عن ارضنا وعن شرفنا وعن كرمتنا وعن كل شيء برضو اخيرا كلمة توجهها للمرابطين من ولادنا من ضباط وصف جنود على فيسينا للحفاظ على امن وسلامة مصر تقول لهم النهاردة من افراد القتل المسلحة اجمدوا يا اولاد انتوا درعنا وانتوا فخرنا واحنا كلنا وراكوا وحاسين بيكوا واوعوا تخافوا مصر بتاعتنا الموت عمره مكان فناء الموت انتقال من حياه الى حياه والشهادة هي بداية صناعة الحياة حياتنا عبارة عن اختيارات فيه ناس بتختار طريق الخير والعطاء وناس بتختار طريق اهل الشر وقمة العطاء لما الشهيد بيقدم نفسه وروحه في ده بلده ويحارب ويواجه عدو جاهل بيتاجر باسم الدين والدين منه بريء الاسلام دين سلام وعطاء ولا زال الازهر الشريف يستكمل رسالته في مواجهة الفكر الظلامي ونشر تعاليم الاسلام الصحيحة وصدق الله العظيم اذ يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعت رسالة تكريم لأسرة كل شهيد لما قابلوا شاب من الصحابة اسمه جابر بن عبد الله ولقاموا كسر وحزين قالوا ما لك قالوا بيستشهد يوم أحد فسيدنا النبي جبر بخطره وبشره وقال له ما كلم الله أحداً أبداً إلا من وراء حجاب لكنه كلم أبوك وكرمه ولم تكن هذه المنزلة إلا للشهيد فكانت رسالة من النبي إلى أسرة الشهيد ومن هنا ببشر وطمِّن كل أم شهيد وأسرته وأولاده وبقول لهم إن الشهيد فأعلى منزلة وأحسن مكان إذا كان الشهيد ورمز الإيثار والعطاء فاحنا كمان لازم نقدِّ دورنا ونكون قدِّ المسئولية ونبني بلدنا مصر اللهم ارحم شهداءنا وأنزل السكينة على قلوب أمهاتهم واحفظ يا ربنا بلدنا وجيشنا من كل شر وسوء يا رب العالمين مشاهد كرام بالرحب بالشيخ أسامة قبيل من علماء الأزر والمشاركة النهاردة في فعالية النادوة التسقفية اللي بتنظمها القوات المسلحة للاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم أهلاً بفضلتك وكل سنة وطيئة أهلاً وسهلاً بحضرتك وكل سنة ومصر بخير كل سنة ومصر بخير وكل سنة ومصر فيها عطاء كل سنة ومصر فيها احتفالات جميلة فيها روح جميلة شفنا كلنا الفقرات الكتير قوي في الندوة التسقفية الخامسة والثلاثون الحقيقة ربنا بيقول في القرآن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون الشهد أحياء والمعنى ده بيخلي كل واحد مننا يعرف أن أعلى قيمة في الحياة هي قيمة العطاء أن يجود الإنسان بروحه وبنفسه وفداء لوطنه وأن يجود الإنسان بعلمه وخبرته في الحياة كل واحد مننا ممكن يقدم كتير قوي زي الشهداء كل واحد مننا ممكن يبقى عنده عطاء كبير قوي مش شرط يعني يكون في مؤسسة ما أو في مكان ما ممكن كل واحد مننا في موقعه وفي مكانه يتحمل المسئولية ويقضي دوره على أكمل وجه شخص عمر النهاردة كلمة توجه لأسر الشهداء النهاردة ورسالة لهم النهاردة أنا بقول لهم طبعا اتطمنهم إحنا كلنا بنحبكم وكلنا معاكم وكلنا جايين النهاردة متجمعين على شرفكم وعلى شرف أرواح أولادكم ربنا يرحمهم رحمة واسعة وزا ما دعيت في الفقرة اللهم ارحم شهداءنا وأنزل السكينة على قلوب أمهاتهم واحفظ يا ربنا بلدنا وجيشنا من كل شر وسوء يا رب العالمين البطل المقاتل على الجبهة علشان خاطر حاجة من اتنين من همش ثالث النصر أو الشهادة معنى كده ان الشهادة نصر وأنه روح شهيد واحد معناها نصر لملايين والشهيد له علامة كل العيون بتشوفها أيوة فخلي بالك وانت ماشي في رمل سينة ده مش رمل ده نور الشهدة اللي بيرفعك من فوق الأرض ويخلي قيمتك أكبر وعلى باب كل بيت شهيد في مصر هتلاقي تاج من نور فخلي بالك قدام الباب وانت رايح تزور وتقدب وانحني لأن في البيت ده فيه شهيد بيحبك لدرجة إنه قدم روحه في داك إحنا المصريين إحنا المصريين اللي عارفين مقام الشهدة وإحنا اللي بنزور سيدنا الحسين بمحبة وإجلال لأنه سيد الشهداء والشهيد مدد الشهيد مدد والمدد معنى ما يعرفوش العدو عشان كده عدونا دايما مهزوم وعشان كده عدونا دايما محروم وعشان كده مصر معاها سر النصر مصر اللي يومها بتحارب بتبدل ممها نون فتبقى نصر وإن كان الإرهاب اسمه إرهاب فعكس كلمة الإرهاب هو الأمن والأمان وحكم ربنا تقال من فوق سبع سماوات بانتصارنا المحسوم على الإرهاب بحكم إلهي في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم بدخله مصر إن شاء الله آمنين آمنين يعني ما فيش إرهاب فيه أمن وأمان بفضل الله وفضل مصر وشهدائها عاشت مصر وعاش شهداء مصر أحياء عند ربهم يرزقون مشاهد كرام بنرحب الكاتب والشاعر عبد الرحيم كمال أهلا بك فاندم أهلا بسيادتك أهلا بسيادتك أهلا بسيادتك أهلا بسيادتك يعني النهاردة كان أداءك رائع داخل المصرح خلال فعالية الناد والتسقفية شعورك النهاردة وأنت بتشارك القوات المسلحة في الاحتفال بيوم الشهيد شعورك يا مواطن عنده قيمة الشهيد قيمة عالية جدا 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 إن أنا أساهم في الشعور ده باللي قدمته سواء بالجملة اللي أنا قلتها أو بالأبريت اللي أنا كاتبه سعيد جدا جدا إحنا نقول ونعبر إحنا الصورة لكن هما الأصل وظل امتناننا للشهيد امتنان دائم يعني النهاردة كلمة توجهة لأسر الشهداء النهاردة اللي موجودين معانا في الاحتفالية حقول لهم أبنائكم شهداء عند ربنا أحياء إحنا عايشين بنورهم وعايشين ببركتهم والشهيد مدد زي ما أنا قلت الشهيد مسيرة وسيرة والكتاب المقدس بيعلمنا انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم أصل نهاية الإنسان مراية حياته بتعكس قيمه ومبدئه اللي عاش بيها ومات ليها الشهداء رجالة قدموا حياتهم عشان إيمانهم وعشان يأمنوا غيرهم ونالوا إكليل الشهادة تاج ليهم وشرف لنا من بعديهم مصر بلد المحبة والتسامح مصر البلد اللي ذكرتها الكتب المقدسة بإسمها وأرضنا تبركت بزيارة السيد المسيح والرسل والأنبية والرصيد الروحي الكبير ده خل المصريين إيد واحدة وده ظهر في مواقف تاريخية كتيرة نفتكر منها ثورة تسعتاشر لما تبادل الكهنة والشيوخ الخطابة في المساجد والكنايس علشان يشعلوا الثورة في النفوس وفي سينة اختلت دم المسلم والمسيحي فداءً لطراب أرض مصر المقدس وبعد ثورة تلاتين يونيو لخص قدست البابة ودروس كل دروس ومعاني الوطنية وفي جملة واحدة قال وطن بلا كنايس خير من كنايس بلا وطن شفت أبوي ومي وإخواتنا بيعيدوا علينا للتلعيد وبمحبة بيعيدوا علينا وعرفت إزاي إن الإيمان والوطنية وجهين لعملة واحدة رسالتي رسالتي النهاردة لكل أم وأخت وأب وأخ وزوجة وأبناء شهيد اتطمنوا وفراحوا لأنه في مكانة قريبة من ربنا والنهاردة أنا وإنتوا عايشين في أمان وسلام بفضل ربنا وبفضل اللي تعبوا وسهروا وأمنوا حدودنا وبيوتنا وكنيسنا وجبنا نكمل دورنا بإخلاص ونغرس في أولادنا الإيمان والإنتماء مؤمنين إن دي مهمة كل واحد فينا وفي صلوات الكنيسة كل يوم بنسندهم بالصلاة بنصلي عشان بلدنا مصر ربنا يحفظ أرضها ونيلها وخيرها وكمان جيشها وشعبها مشاهدك كرام بنحب الرحب بالقصة كرول السئلية المشارك النهاردة في فعالية النادوة أهلا بيك وكل سامن طيب أهلا بسيادتك وحضرك طيب شهورك النهاردة وأنت بتشارك القاتل المسلحة في فعالية النادوة التسقفية النهاردة الحقيقة أنا فخور جداً إن أنا أكون موجود هنا النهاردة وفخور بالعمل اللي اتعمل كله بفكرة تكريم الشهيد وإن يكون لي يوم كل سنة بنكرمه فيه إحنا في الكنيسة الإبطية بنكرم الشهداء في رأس السنة الإبطية لأن السنة الإبطية تقويمها تقويم شهداء واتبنى على عصر الشهداء وبنكرمهم في كل سنة والسنة دي الواحد فخور جداً إن يبقى مصر بتكرم كل الشهداء اللي أقدموا فعلاً بحب وعطاء للبلد دي والعقدتهم والإيمان يعني كلمة النهاردة توجهه الأسر واللي شهداء تقوله مين النهاردة أقول لهم ولدكم وأزوادكم والشهيد بطل بمعنى الكلمة إن واحد يقدم الحب ده كله بدون انتظار لأي مقابل غير حماية ولاده وحماية بلده وحماية أرضه ده عطاء كبير قوي أقول لهم ربنا يعزيكم ويديكم سند من عنده لكل أسرته وأولاده وكل حبيبه وتأكدوا إن الإنسان اللي بيقدم بحب ربنا بيرد الحب ده أضعاف الأضعاف لكل أسرة والأولاد يحفظهم ويبقوا دايماً فخورين بالشهيد اللي في البيت فليحمي الله وطناً يحفي ذكرى شهدائه في عالم مليء بالحروب والألاء فليحمي الله وطناً يقف شامخاً ما بين الحدود الحارقة زمان في حرب أكتوبر كان أماننا عدو محدد المعالم دلوقتي بنتحارب بكلمة بفكرة أو حتى عمل درامي النهاردة إحنا بنعايش الوجه الناعم للحروب اللي بيتصرب برفق لعمق المجتمعات اللي بيزلزل مقد ضعفه على نر هدية وهو يترفع يتثقف اللي بيحاول يسايل كل صلب يسايل الحدود الدول القيم الحب الحرب الثقافة الانتباع حتى الخيانة لبسوها عبيت الحرية والوطنية والمهنية الإعلامية كبير حروب استخدمت أدوات التكنولوجيا السياسية شبكات تواصل اجتماعي بكاء اصطناعي لتعيد تشكيل قيمنا ومجتمعتنا من جديد لتفرغنا من محتوانا الديني الأخلاقي الحضاري وندخل وبكامل إرادتنا إلى عالم الضعف والهشاش وكأننا بلا جذور بلا جدران بكلمك بلغتك بفكرك بشرائين شرائينك لأنهم للأسف من نسيق استخدمت العمليات النفسية الممنهجة التصدير للقسام العزل العجز التخوين التهويل الانتزاع من الصياق السخرية الشائعات وكمان أكتر من كده فيا شباب الوطن تدبروا الأمر وما تكونوش نيران صديقة تحرق الأوطان وتعالوا معايا نشوف الوجه الخشل بتلك الحروب هتلاو أبطال سكنوا الحدو أبطال حملوا مصر في القلب أبطال صدقوا ما عهدوا الله عليه هم دول أصحاب الوعي الحقيقي الصلب اللي فهموا الحدث وحملوا الهم العام والبلاء المدبلك في صدورهم عشان يبقى وطننا عزيز وما يكونش ولدنا أكساداً بلا هوية على حدود اللجوم وتخيلوا معايا اللحظات الأخيرة في حياة الشهيد تتسارع نبضات القلب يلفز عبس الدنيا يقبل ترعب الأرض المقدسة ينظر إلى السماء لتزداد دوائر النور وتزداد وقبل أن يدخل بكليته إلى عالم الأنوار يستودع مصر أرضها وسماءها نيلها وريفها ناسها وديورها ليودعها وبكل اليقين في أمان الله وضمانه يا مصر مشاهد كرام بالرحب الأستاذ الدكتورة مروى ياسين المشاركة النهاردة في فعاليات الندوة التسقفية اللي بتنظمها قدرت شون معنوية بممناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم أهلا بيك يا دكتورة وأداء راعة من حضرتك شكراً يا فندم شكراً يا فندم شهوركين النهاردة وأنت بتشارك القوات المسلحة في يوم الشهيد والمحارب القديم بص حضرتك النهاردة إحنا بنقدم ما يطلق عليه الوعي الممنهج الوعي من خلال الدراما الوعي من خلال الأغنية الوعي من خلال تسييل المعلومة ووصولها للناس وقربها للشباب فإحنا محتاجين هذا الوعي على كافة الأصعادة عشان نقدر نواجه اللي جاي ما نعيشه وكافة الأمور التي نحياها بإذن الله نقول ليه لشبابنا النهاردة لأ تدبروا الأمر وما تكونوش نيران صديقة تحرق الأوطان بجد إحنا محتاجين وعي ممنهج يعني يطبط مسارات الوعي عندنا نتعلم من كافة المسارات الدرامية اللي إحنا بنتعايش معاها بحيث أن إحنا يبقى عندنا فهم واقعي لما يدور حولنا لحروب الجيل الرابع حروب الجيل الرابع المتقدم وما إلى ذلك وطبعا أدوات التكنولوجيا السياسية اللي إحنا بنتنفسها يوميا فالمسارات الدرامية والأوعية المختلفة للفن هي القادرة على توصيل هذه المعلومة إلى شبابنا كلمة لحضرتك النهاردة ليه أسر الشهداء اللي حضرت معنا بص إحنا بننظر لكن هم عايشين الواقع الحقيقي الهم العام والبلاء الممنهج والمدبلج خدوا على صدرهم وعلى صدر ولادهم فيعني ربنا يصبرهم ويساعدهم نحن طبعا ربنا يصبرهم بقولك إحنا بننظر لكن هم عاشوا الحدث بكل قوة وصبر وإباء رحمة الله على الشهداء وهم فعلا نوش تكريم الأب المثالي السيد مصطفى محمد جمعة والد الشهيد البطل ملازم أول طيار هيثم مصطفى محمد جمعة نعم أب مثالي استطاع أن ينشئ ابنه البطل الشهيد الملازم أول هيثم مصطفى محمد جمعة على حب الوطن والاستشهاد من أجله مشاهدي الكرام وعلى هامش احتفالات القوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم نسعيدنا يكون معنا الأب المثالي للقوات المسلحة المهندس مصطفى محمد جمعة أهلا بيك فندم وكل ساعة أهلا بساعة طبعا من شعور كبير أن أنت بتكرم النهاردة كأب مثالي للقوات المسلحة ولن شعورك كعمل إزاي النهاردة حاجة لا توصف يعني يعني بيخلي الواحد تذكر الأمجاد القوات المسلحة وبرضه بيفكرنا بالشهيد اللي هو راح يعني موجود في والديوته موجودة؟ والديوته موجودة يعني شعورها النهاردة هي وانت بتكرم فيه عشان خطر الشهيد يعني بيحسسنا أن احنا فوق خالص يعني الحمد لله تكريم الأم المثالية السيدة سهير علي عبد العزيز عبد الله أرملت الشهيد البطل الرقيب محمد نبيل محمد قض نعم تعجز الألسنة عن التعبير عن هذه المشاهد التي أراها مستمعين الأعزاء هذه الأم السيدة سهير علي عبد العزيز عبد الله أرملت رقيب شهيد محمد نبيل محمد قض وكان من أسباب استشهاده العمليات الحربية في حرب أكتوبر عام 73 هذه الذكرى التي سنستقبلها في العاشر من رمضان بعد أيام أو بعد أن يحل علينا شهر رمضان إن شاء الله فكم من دفين الترابي وذكره باقي يزاحم منكب الأباد ومعمر عمر الوجود فما رمى صوت إليه ولا ترنه حادي سيظل عطاء الشهداء ساريا في الآفاق أبدا الدخل وأرى الرئيس يحيي أرملت الرقيب شهيد محمد نبيل محمد قض وكأنه يستعيد هذه الأيام التي أبلى فيها بلاء حسنا نعم تحية لكل أم مصرية ساهمت بإنجازها وساهمت بتربيتها في تقديم الرجال للوطن يرفعونها متى العالية وكعلته رئيس مصر جابراً للخواطر يحمل تكريم الأم المثالية هذه السيدة الفاضلة التي ترك الزمن بصماته على جبهدها ولكن أيضاً قبل الرئيس جبهة الأم المثالية إنها أرملت شهيد الوطن في الحرب المجيدة حرب عام 1973 تستند هذه الأم على يدي الأب والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجهوري مشاهد كرام بنحب نرحب الحجة سوير علي الأم المثالية للقوات المسلعة أهلاً بك حجة سوير وصبع خير يا أهلاً بك والعالم كله وبرئيسني أهم حاجة رئيسنا ربنا يحفظي يا رب الله يكرمك ياخد من عمره ويدديله يا رب ربنا يديك الصحة يا رب ليه بقى اختاروك الأم المثالية حجة سوير والله أنا هم الأب انترقني وهم عندهم ثنة وخمش شهور استشت في 73 وطبعاً عشت طبعاً أنا خبط بالدنيا والدنيا تخبط فيي ماشي كان معاك كامل الأولاد ما هما الاثنين توقم اثنين معايشة اللهم الاثنين توقم وليد وأحمد النهاردة بقى كلمة توجيها للأسر الشهداء كلهم كانت أمه مسالية أنا أنا بقول لهم يا ريت لو أنا عندي أثنين تلاتة كنت حطتهم كده وخلتهم في الجيش عشاناً نشتسيدهم بأمانة يعني أنا 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 بحب الجيش جداً تقولي بقى لأفراد الجيش والقوات المسلحة النهارة يكرمهم ربنا يكرمهم ربنا ويصلح حلو القوات المسلحة المصرية أسطورة عسكرية أغسم رجالها يمين الولاد بأن تظل راية مصر عالية خفاقة تعانق السماء فاستحقوا أن يلقبوا بالجيش الأبي مشاناً كرام بنحب الرحب الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس أهلاً بيك يا فندم وكل سنة وسنة طيبة وسنة طيبين وكل سنة ومصر كلها طيبة وجيش مصر وشعب مصر العظيم والجيش الأبي شفنا فيلم بهذا المسامة الحقيقة يعني الأثر فينا كلنا وكسرنا وكل مصر طيبة أكبر المتيني إزاي بنغرس روح الانتماء وحب الوطن في شبابنا خاصة شباب الجمعات بالحفلات والنادوات والمناسبات اللي زي دي شفت حرطك مثلاً الأوبريتر اللي حصل والأفلام التسجيلية اللي قبلية سجلت كل حاجة من أيام الجنرال الزهبي وسنة تسعة وستين البداية لمصر تحتفل بيوم الشهيد الله يرحمه الفريق أول عبد من عمر رياضي القائد العظيم حط مبادئ والجيش المصري يمشي عليها بعد كده هو إزاي نفضي بلدنا وإن اللي ما عندوش أي حاجة زي ما ساترايس قال يقدم روحه لأي أغلى حاجة شفنا شباب مصر شفنا النمازج اللي شفناها اللي امراته وهي في الولادة هو بيستشهد والدته والعيلة كلها من سنية زي وبعدين ما يجيش تسجيل كل قصص الاستشهادة اللي حصلت سواء في الشرطة أو في قوات المسلحة وسادته قال حتى في جميع المجالات مهم جدا تسجيله بأعمال درامية تسجيله بأفلام تسجيلية ندوات نجيب القادة العظام بتوقعات المقاطنة المسلحة العظيمة تحكي شهدات ملابنا لما ضحوا بأمرهم كان همهم نبني البلد من بعدهم حملونا المسكولية إن مصر تعيشتوية وإننا نقدر نكمل حلمهم شهداء قلبنا لما ضحوا بعمرهم كان همهم نبني البلد من بعدهم حملونا المسكولية إن مصر تعيشتوية وإننا نقدر نكمل حلمهم طمنوهم إن ناسهم مخلصين ويوعدوهم واحلفوا لهم ميت يمين طمنوهم إن ناسهم مخلصين ويوعدوهم واحلفوا لهم ميت يمين ثم رهنوا نحن نقدر نبني مصلون على أفضل كلنا هنعيش نعمر هردنا طول السين ودأنا ضحوا شانوا عن مصر الخطر لازم يشوفوا المصر هو اللي انتصر والبناء لشهدلين للنهر ومصممين تضحياتهم عمرها لا تروح حضر ودأنا ضحوا شانوا عن مصر الخطر لازم يشوفوا المصر هو اللي انتصر والبناء لشهدلين للنهر ومصممين تضحياتهم عمرها لا تروح حضر طمنوهم إن ناسهم مخلصين ويوعدوهم واحلفوا لهم ميت يمين طمنوهم إن ناسهم مخلصين ويوعدوهم واحلفوا لهم ميت يمين طمنوهم إن ناسهم مخلصين ويوعدوهم واحلفوا لهم ميت يمين طمنوهم إن ناسهم مخلصين ويوعدوهم واحلفوا لهم ميت يمين طمنوهم نحنا نقدر نبني مصرون على أفضر كلنا هنعيش نعمر هردنا طول السنين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة